now the last activity number four think and complete the sentences مثل ما احنا شايفين هان في عندي خط الزمن في عندي past الماضي present المضارع اللي احنا فيه الان واخر شي في عندي future اللي هو المستقبل الاشي رح يصير في المستقبل انا بده اركز عشغلتين اليوم على present المضارع future المستقبل لو طلعنا فوق في عندي كلمة now كلمة now بشو بتذكركم ايش اخذنا احنا من قبل حكينا هاي الكلمة المفتاحية لأي فعل present continuous بالضبط اللي هو المضارع المستمر للاشي اللي بيحدث الان مثل لو انا سألتك الان الان انت ماذا تفعل what are you doing بتحكي لي مثلا I am reading I am listening I am eating I am dancing for example اوكي وبنحط للفعل نفسه ing لكن ما بدك تستخدم tomorrow اللي هو future tomorrow شو احكينا بنضيف going to ثم الفعل عشان نوضح الصورة اكتر خلينا نشوف هاي السلايد ونقارن ما بينهم simple future اللي هو المستقبل ضد present continuous اللي هو المضارع المستمر لو بنتعرف بس عاشكالهم بشكل سريع احكينا انه simple future هو المستقبل ال is او ال are والام مفرد وجمع والام دم ياخدوا كلمة going to اللي هي سوفة هاي الكلمة اللي بتدللي على المستقبل ثم بياخد الفعل المجرد كما هو هذا future المستقبل اما ال present continuous ال is وال are والام جمع والمفرد والام بدو ياخدوا الفعل يلي معه ing فعل معه ing نفرق نفرق بينهم هنا في عندي going to بتاخد الفعل مثل ما هو لكن هنا الفعل اللي هو نفسه بده حطله ing شو كلمات المفتاحية اللي بتدللي على future عندي كلمة tomorrow أو next ولكنتونيواز عندي كلمة now الان نشوف الامثلة he is going to play football سوف يلعب كرة القدم لكن لو بدي احكي انه هو الان بيلعب كرة القدم بحكي he is playing football هو يلعب كرة القدم الان الفرق انه هون going to بيجوا راها الفعل بدون اي اشي لكن هون الفعل نفسه بدو ياخد ing نمبر 2 they are going to buy a car سوف يشتروا سيارة اما الجملة في المقابلها they are buying a car هما بيشتروا سيارة الان عادين بيشتروها now هون الفعل نفسه اخد ing هون الفعل ما اخدش ولا اشي اجا قبلي كلمة going to سوفا نمبر 3 i am going to visit my grandmother next week عندي next week الاسبوع القادم انا شو بدي اعمل الاسبوع القادم سوفا ازور جدتي going to visit لكن في المقابل عندي i am visiting my grandmother now انا الان بزور في جدتي انا عندها الان متواجد عندها هون visit اخدت ing اللي هي الفعل اما هون visit ظلت مثل ما هي واجا قبليها اللي هي going to اذا هذا هو الفرق بين المضارع المستمر continuous والsimple future اللي هو المستقبل البسيط now خلينا نشوف كتابنا في عندي سؤالين جدا بسيطين شوفوا كيف ننفرق بينهم number one بحكي لي what are you doing now كلمة now كلمة now كتير مهمة الان انا بحكي عن الان الان هون بشو بتعتكي لك عن present عن المضارع في عندي doing ing فيها اذا هاي انا عرفتك شو بدي احكي اذا انا بحكي عن present continuous المضارع المستمر كيف عرفت انا مضارع مستمر في عندي كلمة now الان لكلمة المفتاحية والفعل مع ing اذا بدي اكتب ايام هون راح نجاوب مع بعض نكتب ايام reading الفعل بين قوسين بحط read sorry على الكتابة يعني بحط لها i and g ايام reading and use paper انا بقرأ جريدة الان طيب شو الفرق بينهو بين السؤال اللي جنبها what are you going to do tomorrow شو راح تعمل tomorrow شو بدك تعمل tomorrow انا بحكي عن المستقبل في عندي going to شو بدك تعمل في الغد غدا شو بدك تجاوب تحكي لي i am going to read ولا reading read excellent نخليها متل ما هي ما بضيف لها ولا اي اشي راح نكتب الاجابة i am نكتب going to read انا سوف اقرأ شو بيقرأ تمورو بالغد a story قصة i am going to read هنا read ما اضفت لها ولا اي اشي انو اجاقب لها going to لكن السؤال الاول في عندي انا now الان ضفت لها للفعل i l g thank you for listening and see you soon goodbye bye